أبعاد عدة تحكم واقع العلاقات الجزائرية الروسية فالميراث التاريخي الذي يعود إلى ستين عاما من التعاون والحسابات الجيوسياسية المعقدة بين الطاقوية والعسكرية تجعل من خط الجزائر موسكو متينا مهيئا لقفزات أخرى من الاتفاقيات ستة عقود من استقلال الجزائر تقابلها أخرى من التعاون بين الجزائر وموسكو لم تقتصر على المجال العسكري الذي تحتل فيه الجزائر المرتبة الثالثة عالميا كأكبر شريك عسكري لروسيا بل كان للاتحاد السوفيتي حين استقلت الجزائر السند في وضع أسس النسيج الصناعي للجزائر المستقلة ولعل الصلب والحديد في الحجار وعنابة والمحطة الكهر حرارية بجيجل وخطوط أنابيب الغاز أبرز تجليات هذا التعاون التاريخي الوطيد الطاقة مجال آخر تتشابك فيه المصالح الجزائرية الروسية باعتبارهما لاعبين رئيسيين على الخارطة العالمية بحجم خبرة وإنتاج واحتياطات مهمة جعلت التنسيق بين البلدين يتصاعد في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك في اجتماعات الدول المصدرة للنفط أوبيك بلاس ليصل إلى حد التطابق توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتعاون في 2001 التي شملت القطاع العسكرية والتجاري والطاقة كأساس لعلاقات ثنائية استراتيجية تنتظر التوقيع على وثيقة جديدة والنظر للأفق في اتفاقيات أخرى في ظل ظروف دولية تتطلب ذلك تطابق وجهات النظر تعد الملفات البينية إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بتوافق تام بخصوصها سهلته علاقات الصراحة والمودة والصداقة يقول وزير الخارجية الروسي سيرجيل آفراف ترجمة نانسي قنقر